دكتور كنا عايزين نعرف من وجهة نظرك كيف يتم تحديد القيمة الايجارية بعد زيادتها القيمة المتوقعة هل في مقترحات عايزين نعرف اولا انا ماليش وجهة نظر انا رئيس اللجنة اذا يبدي وجهة نظره قبل انعقد اللجنة تمام نمر اتنين احنا عندنا مجموعة من مقترحات مقدمة من نواب وانا مواطنين عاديين وهذه المقترحات واللي هتيجي لحد ما تنعقد اللجنة هتكون محل بحث يعني انا بقول لاي مواطن عنده مقترح او اي صاحب مصلحة عنده مقترح يبعته لنا او حتى ينذله على السوشيال ميديا احنا بنرصده وبنطلعه وبنحطه كمقترح فالمقترحات تنصرف فيه واحد فيه البعض وانا اقول البعض بيقول مش انا اللي بقول البعض بيقول ان احنا نشكل اللجان لتعديل القيمة الايجارية لكل شقة وده سبق ان في القوانين في قانون 77 سنة 49 ده سنة 49 سنة 77 اللي هو قانون ايجارات الحالي فيه مادة بتقول ان كان بيجيبوا لجان فنية تحدد القيمة الايجارية وكان لها حجية لجان دي ممكن نعيد هذه اللجان تشتغل وتحدد القيمة الايجارية وهي هتحددها مرة واحدة وبعدين بعد كده يبقى فيه زيادة سنوية او زيادة كل فترة يعني فيه رأي اخر بيقول لا ليه طبع انت عندك لجان موجودة في الضريبة العقارية اللي هي ضريبة المباني وبتحدد كل خمس سنين القيمة الايجارية للوحدات السكنية ليه اللجان دي مش هي اللي تحدد اختراح تاني اختراح تاني بيقولك نطلع الزيادة مأطوعة مبلغ مأطوعة بمعنى يعني بمعنى ان انا انا باخد النهار ده خمسين جنيه يبقى الف وخمسين او او تمنمية وخمسين او سبعمية وخمسين او الفين وخمسين يعني حدد قيمة على طول البعض التاني بيقولك لا خدوا نسبة مأوية واضربوها في الايجار الحالي يعني العاشر جنيه اللي انا بدفعهم يبقى مضروبة فيه مثلا ايه متين المي او مية المي وهكذا